اهلا بكم صناعة تجميل في الاسنان كانوا فاهمين كويس جدا ان الهيادفع تجميل الاسنان وهو محقهم طبعا وما كانش محتاج قوي يعني بس هم ركزوا قوي مع المشهير المشهير هم اللي دفعوا عالم تجميل الاسنان بسرعة شديدا جدا ومن هنا اخد كلمة هوليود وصمايلي يعني هوليود وصمايلي التعبير مش علمي تعبير تجاري لكن ارتبط بنجوم هوليود التجميل من اشهر النجوم اللي عملوا تجميل في الاسنان فيكتوريا بيكهم اللي هي امرأة بيكهم فيكتوريا بيكهم كانت سنانها فيها مشاكل عنيفة زي ما احنا شايفين ما كانتش متناسبة مع شكلها طبعا جميلت سنانها هي نفسها محلوتش لكن سنانها حلوت حقيقة يعني دي حقيقة لا ننكرها يعني مورجان فريمن النجم المشهور جدا كان عنده مشاكل كتير في سنانه بقى مورجان فريمن كان سنانه بايزة الحقيقة وقعد فاطل طويلة يمسم بسنانه اللي فيها مشاكل وبعدين في الآخر بعد يعني مورجان فريمن هو كبير في السنة من زمان قوي من قام فيلم سيفني يعني يعني أنا بتاعلي انه ما يطيرش من التسعينات فالمهم يعني ان هو عدل سنانه الحقيقة عملها حلوة جدا 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 زاك إفرون طبعا مشهور زاك إفرون ولون قبل ده بقى فرقت مع السنان جدا جدا لان زاك إفرون قبل ما يجبل سنانه كانت سنانه فيها كوارث فلق السعد كان موجود طبعا زاك إفرون قفل فلق السعد يا جماعة عشان بس الناس اللي عندها اعتقاد انها تسيب السنتين اللي في النص كده عشان ده فلق السعد بجيبلهم السعد زاك إفرون اتشهر بعد ما قفل هذا الفن ديميمور طبعا ده ديميمور يعني كانت بقى دخلت في اكتئاب وزيادة في الوزن وسنان بايزة وفي مفقودة ومشاكل واختافت فترة ورجعت ديميمور مرة أخرى والغريب ان رجوحها عادة بها للسينما يعني السنان لما زبطتها وزنها رجع التاني تمثل بعد ما كانت ديميمور في وقت من دي كانت الكراش بتاعنا بقى ده اللي هو اللي احنا بنحبها الجيل بتاعنا كان اللي هو حاطت صورها بقى في القوضة بتاعته وبيحلم بواحدة جبعة ديميمور الجيل بتاعنا كده اختفت ديميمور كان رجع التاني ورجعنا برضو نحبها تاني ضيف العزيز واحد من نجوم هالم طب الأسنان نهارده سعيد جدا بقبوله دعوتنا وهيمتعنا كالعادة بقصص حكاوي عن التجميل المرة دي هتستمتعوا بهذا الحوار الممتع جدا المصاحب دائما بواقعيات قصص واقعية لمرضى النهارده بيسعوا لعالم التجميل ويستعادة مع ضيف العزيز النهارده دكتور تدرس رمسيس ماركوس أخصائي زراعة وتجميل الأسنان واحد من سوبر السر هزة مجال أهلا بيك يا دكتور زيك يا دكتور عيني والله عالت تضحك انت وانا بكلم على فلق الساعد بيجي لك انت ناس اللي تقولك سيب السلطين طبعا طبعا بتخنحهم ازاي ولا بتمشي معهم بقى فالله سوحي اه ولا بتقرب وجهات النظر يعني لا مفيش حاجة اسمها تقريب وجهات النظر الصح صح اه نحن نقفل اه بس خلينا بنقول المريض يعني نشكر التكنولوجيا ان بقى المريض يشوف نفسه بسرعة على طول هيحصل ايه فيه اه اه يعني هنوري له الدزاين بتحسنانه قبل ما نقفل وبقعد ما نقفل نقفل الفرق بين السنتين الأماميتين بزا الفلجة اللي بيسموها الفلجة اه الفلجة خصوصا ان يعني دي حاجة منتشرة عند اخواتنا الخلايجة فبيحبوها ففي ناس كتير اياوي بتيجي يعني بس لما بيشوف المنظر ويتخيل نفسه دي قصة وقصة تانية اهم بقى ان ما بقناش نعتمد على الاي اي كصور وخلاص ده احنا بقينا نقدر نتوقع ايه اللي هايجرى ونخلي الكمبيوتر يرسمه على الصور يعني انت عملت التركيبات على الصور طيب فالمريض شايف نفسه على الصورة بس لسه مش شايف نفسه فنقدر نطلب من الكمبيوتر ان يعمل لنا الشغل ده 3D printed او يعمله 3D زي الكوباية كده في ايدي والكوباية عصورة فالمريض يقدر يشوف شكل سنانه في ايدي ويمسكه برضو مش متخيل فنقدر بنعمل حاجة اسمها الميمكس او حاجة اسمها ان احنا نركب السنان قبل ما نبردها او قبل ما نشتغل فالمريض يتخيل منظره لانه شافت السنان تركبت في بقه بطريقة ما دي حاجة بتتعمل فنوري منظر اللي هو عايزه طب ومنظر اللي احنا بنقولك انه هو صح فيشوف السنان والفلجة اللي في النص دي مقفول طيب برضو مش مقتنعة ممكن تمشي بيها يومين او ثلاثة بس عاملها بلطف لان دي حاجة مؤقتة ويشوف يعني انا فاكر عندي حالة اوي قلت الله هنعمل كذا كذا قالت لي لا وطلع طب نجرب ابتدت تمبهر يعني حتى انا مصورها صورة بالذات وهي منبهرة اهي تمام الصورة يعني انا ما بحبش اطلع وش مريض يعني بس هي الصورة انا عايزة بين الملامح يعني بتاعت قد ايه منبهر السعيد او بعد كده اطلع الموبايل وصورت نفسها وبعتت الناس في السعودية وخلاص كان منا يعني بصوا هادراتك الكمبيوتر الانتليجنس وازاي يبقى عندنا في العيادة الامكانيات وازاي عارفين نستغلها يعني دي حاجة مهمة او ازاي بسرعا نخلص ازاي نختار الالوان يعني هنا مثلا الحالة دي كانت عايزة اللون فاتح ده غراض انا شخصيا مش بعترض على اللون الفاتح عشان تبقى الناس فهمة انا بعترض على الناتشوراليتي يعني ايه يعني ربنا خلق السنة مش لون واحد مش مط انت لو جبت السنة وقطعتها تلت تلتات هتلاقي الجزء اللي ناحية اللسة لونه دايما دايما اغمى من الجزء اللي تحته خالص فاحنا دورنا ان احنا بالخيمات الحديثة قوي نعمل او نتشبه بخلقة ربنا الطبيعي فلما تبقى السنة نازلة وشفافة ازاس كده هتلاقي الموضوع جميل وشكله حتى لو يعني بيض التلج زي ما بيقوله هيبقى شكله طبيعي فمبلوع مش عشان هو ابيض فتح قوي فالناس هتكره امت نلجأ للفينير بصوا حضرتك الفينيرز بتدي تلات حاجات لو سنة معوجة ممكن نرجحها او نغير موقعها لو سنة لونها مش كويس نخلي لونها فاتحة لو سنة حجمها صغير وعايزين نعرض حجمها نعمل دا كله يبقى احنا بنغير لون بنغير حجم بنغير موقع بالفينيرز تمام بس ايه الفكرة في الفينيرز عن الترابيش ان انا ما بشلش من السنة تقريبا جزء اللي يتجاوز النص ملي واحيانا ما بشلش خالص في حالات طيب انا ليه اعمل دا عشان انا حد صغير مس بنوت عندها عشرين سنة ولا اقل وعايزها تعمل حاجة عشان تزبط شكلها وتبقى عندها الابتسامة والثقة في نفسها طيب خلاص هنعمل دا بس عايزين اقل حاجة نفقدها من السنة تحضير او بريباريشن او برد بتاع السنة يبقى اقل حاجة فعلى طول الفينير بتبقى احسن اختيار بس مش دايما كل الحالات ينفع فيها الاختيار دا يعني في حالات مثلا حد سنانه برزة اوي البر دا اصلا محتاج تقويم طيب هو رافض انه يعمل تقويم لا في فرصة وقت ولا في فرصة ان احنا نقدر نعمل دا على طول بقى بنتطر نعمل حشو عصب ونبرد السنان دا جوا اوي ونعمل بعد كده عليها التربوش او التركيبة اللي احنا محتاجينها تدينا المكان الصح اللي احنا شايفينه طب حد يقولي طب ما تركب على كده انا بقولك ما تعملش تحضير في السنان وانا مسؤولة على النتيجة بخيه حضرتك ان السنان هي اللي بتعمل سابورت او هي اللي سنده الشفة بتاعتي فلو انا السنده دي حطيت بقى حاجة كمان في النص فالشفة هتباني انها برزة اوي البر فاكن البني ادم دا طلب مني ان انا اعمل له ضب في السنان فعشان كده لازم بقى تيجي الصور وتيجي تحليل الابتسامة قبل اي قرار يتعمل يجي مريض اللي بيقول لا اعمل لي دا طيب بص عشان ما بتبقاش انت اجيت وعملت اللي انت عايزه في الاخر تقول ان انا عملنا الشغل وحش نجرب ايه الميميكس نجرب نعمل الكمبيوتر نطبعها 3D printed ونجربها لك ساعتها انت هتقتنع بك كلمة فينير كلمة لزيزة وسهلة على اللسان بدأت تنتشر احنا ساعدنا في انتشارها وخلال برامجنا لكن الناس او البنات بالذات والشباب بدأوا يعني زي ما بقول يحملوا الفينير فوق ما تحتمل وبدأت تبقى كلمة التجميل مرتبطة بالفينير فالفينير بقى تحلل كل شي فيقولك ايه اعمل لي فينير انا راح اعمل فينير انا داخل انا عايز اعمل فينير انا عايز اعمل فينير كل الناس بتعتقد ان الفينير تسلح لكل الحالات ده سؤالي اعتقد انه محتاج تفصيل في الايجابة الفكرة انه احنا للأسف بنتأثر بالسوشيال ميديا وبنتأثر بالاعلام بقوة اكتر من ان احنا نفكر ايه اللي بيحصل يعني الموضوع بيوصل انه هو موضة يعني بان نوتا عندها 14 سنة غيرانا انه اختها اللي هتتجوز عملت فينير فبعد الفرح جبت مامي وجدت ويا دكتور اعمل لها هي كمان احنا مش عارفين نسائل هو اللي حاصل انه يبدو ان الناس خادت موضوع الفينير بطريقة اوفر يعني انا يعني خلاص بدأت احب الاسم جدا الناس بقت تحس ان الفينير موضة تأثروا قوي بالسوشيال ميديا تأثروا قوي بالاعلام فحد عايز يعمل فينير عشان بس لقى صاحبه وعمل بنوتا شافت اختها اللي بتتجوز عملت فينير عشان صورة في فرح ومش عارف ايه وهي عند 14 سنة جبت مامي بعد في فرح وانا كمان عايزة فينير لا هو فينير لازم يبقى لي سبب لازم اعمله كده تاني حاجة انا نفسي سناني تبقى بيضاء او نفسي عشان ابقى دقيق سناني تبقى شكلها حلو طب خلينا اروح للدكتور واقول له اعمل ايه انما مش جاي يا دكتور اعمل لي فينير وبهدين خلينا الصراحة لازم الدكتور يبقى امين قوي اصيب في فينيرز دي احنا هنعمل الصف اللي فوق والصف اللي تحت بمبلغ في اي عيادة بالنسبة لها حالة فيها يعني ما كسب كويس بقال لك خليني ما اعملش فينيرز لا لازم الدكتور يبقى امين قوي في الاختيار بتاع الحالة يعني انا دايما حالات فينيرز دي اكتر حالة بمشيها من العيادة ليه لان مش كل واحدة شافت دي عملت فانا عايز اعمل زيها اختي عملت فانا عايز اعمل زيها لا انت لازم تبقى متأكد انت محتاج تعمل فينيرز ليه دي نقطة نقطة تانية مهمة قوي ما هو ممكن في نتائج مقبولة جدا توصلها بس بالطبيط يعني الشباب الصغيرين لا هم مدخنين ولا هم بيشربوا قهوة كتير طبيط في زيارة واحدة بمبلغ لا يتجاوز سعر فينيرا الوحدة وهيديك نتيجة حالو دي حاجة حاجة كمان الفينير دي تركيبة مش بتتشال يعني انا هو مش بانطلون عجبني روح تشتريته والبسته وبعدين لما ازعل هغيره لا دي حاجة انت بتشيل من طبقة مينة جزء ولو حتى بسيط ده تضحية فدي احنا هنعملها في مقابل احنا هنكسب اكتر من التضحية دي انها مش عشان اسمعت صاحبتي عملت فانا عايز اعمل زيها لا لازم الناس تتأكد وتتفاهم كويس اوي مع الدكتور هي بتعمل ده لي تمام انا برضو بحب الصور بتاعت اللي بتسامة هيفرق معايا اوي في الحالات انك انت تتحلل ليه عملنا في فينير دي من غير ما نعمل ان احنا نغير الليب سابورت يعني المريضة وهي بتتحك جامد اوي ما تحسش ان الشفة اللي فوق طالع البر ما فيش ضب عشان كده الصورة دي اللي من الجنب دايما اكتر ناس تتفضح في الموضوع ده لما تبصوا من الجنب ممكن الصورة اللي في الوش تبع حلوة يعني هنا لو عايزين نقنع مريض ان السنانه حلوة خلاص تعالوا ببصروا من الوش انها ما بص على البروفيل من الجنب كلام تاني خالص فبصوا حضرتك الدنيا ماشية بالراح بمعنى تاني مش سطرة وتشدت مع السنان لا الدنيا ماشية يا سموس فلازم الدكتور يعمل الحساب الموضوع ده كويس قوي في الفينيرز الدكتور مزنوق جدا مزنوق ليه لانه هو بريباريشن كلها كلها على بعضها لا تتجوز نص ميلي فهو لما يحط الفينير بتاعته لازم يديها بمساحة والمعمل يبقى شاطر قوي عشان يمشي مع وراه فاحنا كلنا بنتفق مع بعض ده احنا ممكن نقول في دي اعمل مينمم سيكنس برضو دي حالة الراجل ده شاب يعني خمسة وعشرين تمانية وعشرين سنة على ما تتذكر وسنانه دي محتاجة في نيرز بص حضرتك فيها تسويسات كتير شكل السنان وحش ممكن يكون هو في وقت بيشرب قهوة كتير فإحنا عايزين نصلح الشكل يمكن تسمهم متة رسايكلا على فكرة اللون ده او الله تترسايكلا بوزين يعمل حكاية دي الناس اللي كانوا بيشرب ممكن التترسايكلا كمان وممكن الناس اللي كانوا في حتة بيشربوا مية فيها فلورايد في اليمن اه في اليمن عشان عايزة اقول في دول في الخليج في أماكن بيبقى المية مش مزبوطة نسبة الفلورايد في بيبقى القبار بالذات في بيطلع منها المشاكل دي بصوا حضرتك الرجل ده بني آدم تاني اه يختلف الأمر يختلف وعايزة اقول له حضرتك ده فرق قوي في ثقة وفي نفسه يعني ما فرق معه هو عايز يزبط أمور خلاص وخصوصا ان الناس كلها دلوقتي عايزة تتصور تطلع على السوشير بميديا عايزة تبص على حاجات يعني بفتكر قوي حالة عندي بنيوتة لذيذة جدا جدا وزي الأمر بس كل صورها عالفيسبوك وهي بتتحك كده فحتى أنا بعد برضو حالة زي كده بس دي بقى كان عندها حاجة مشكلة في المينة نفسها تمام هايبوبليزيا هايبوبليزيا دي طبقة المينة عندها فيها عيب خلقي فكل السنين فعايزة اقول له حضرتك بقى الحالة دي عملناها هايبريد يعني ايه هايبريد يعني ركبنا كراونز وركبنا فينيرز مع بعض خليط بين الكراون والفينير ومش نقدر نفرق على فكرة مش هتبان خالص لو حد فتح بقى مريضة وابتدع يبص عليهم من الداخل بالمراية كده ويخد واحدة واحدة بس طبعا أنا فاكر الشغل فالتنين في النص بس هما كراونز بقين كلهم فينيرز فدي حاجة مهمة لازم الشغل يبقى باين حالة زي دي وبوصو هادرتك دي حكتها تحس بفكين فريقين على بعض ليه؟ لان الفينيرز بتلحق كمان ان احنا نصبط بيها العط بس مش كل الحالات ينفع كده فلازم تو ألمت عشان كده الفينيرز من الحالات احنا بنسميها يعني اختيار الحالة الدكتور لازم في الحالات دي يعمل حسابه قوي 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 هنعمل ايه؟ زمان اول ما علمونا كان السؤال اعمل تربوش ولا اعمل فينير؟ فالسؤال كان رده من الدكتور اللي علمنا ربنا يديله الصحة ويديله ويزيده علمه يعني قال انت بتبدأ تحضر وبعدين بتشوف الموقف بعد ما حضرت طبقة المينة اللي فضل عديه لو فوق 70% من طبقة المينة هنعمل فينير لو ما كانش كمل وعمل تربوش ده كان زمان دلوقتي عشان بقى عندنا الكمبيوتر وبقى عندنا الديزاينز فبقينا ما بندخلش في الحوار ده ده احنا وصل الموضوع ان احنا بقينا نعمل بالميمك ده بيسموها البرباريشن بتاعنا حسب التركيبة يعني انا بعمل التركيبة النهائية عالكمبيوتر واطبعها 3D وبعدين اركب المؤقت بتاع حبقه وابدأ احضر في التركيبة المؤقتة فما بشرش من المينة غير بس اللي مطلوب فده التكنولوجي بقى يقينة المشاكل بتاع الزمان طيب كتير من الناس بتسألك وبتسألنا وبتفكر هل الفينير لها عمر افتراضي هل الفينير دائما ويبعتوه السؤال هو كام سنة دينا جارانتيه او ضمان طبعا اي حاجة في الدنيا اعملها البشر اكيد ما لهاش عمر طويل زي الحاجة بتاعت ربنا بس احنا بنقول احنا بندي للفينير ضمان سبع سنين بس لو مريض بيلتزم بيها يعني انا في حالة فاكرها كويس اوي كان واحدة عملت الفك اللي فوق قبل فراحة وبعد ما عملت الحالة دي جت بعد بفراحة وقالتلي انا عايز اجي عشان الفينيرا الرقم اتنين فاكت فبقول لها خلاص هجي زي معادي قالتلي بس يا دكتور انا عايز ا معادي ضروري لان انا هولد خلاص انا في الشهر التاسع فانا بني وبين نفسي بقول ايه اللي زنقنا واحنا في الشهر التاسع فجي جزهد او مرة شوفه الراجل متدايق يعني ازاي الفلوس اللي اتدفعت ديه في اقل من سنة فيه فنيرا واقعت ومش عارف ايه فمهم يعني انا قلت عادي يعني غلطة عندنا بقى هنتعامل يعني فا اول كلام قلت له خلاص احنا هنعمل في فنيرا على حساب العيادة وما تقلق فبعدين الراجل هيدي وطلع ببرا فهي قاعدة معايا بقى وانا يعني بيني وبينها موادة شوائفة بقول لها قولي دي بقى اللي جرى واقعتيها ازاي ده لسه معمولة لا ابدا كنت بتوحم على كوارع فبدوس على العظمات ارأعت انا هعمل ايه كوارع ها بس فانا اصدي بس على العظمات اما تاكل كوارع في فنيرا جميلة او فانا اصدي ما هو ده اللي هيعمله المريض هيكسر السنة الطبيعية بس بتاكل مكسرات بتاكل مكسرات السنة طبا وفي مكسرات معمولة متأشرة هنعمل ايه اه بس يا بس لا وفي غير المتأشرة يعني تبا انا ممكن يعني استخدم افتاحها بايدي يعني مش لازم احطها في السنة الا المغلقة بس لو الناس تتعامل زي ما بيقول المسرحية خبط بالعقل بس فلازم المريض يعني يحط في بالو ان دي تركيبة معمولة للتجميل دي قشرة ملزوقة على السنة اه القشرة يعني طبعا بيفرق الخامة اللي بتتعامل منها وعشان كده يعني انا يعني في الاخر وصلت لحل ان ما ينفعش تتعامل غير في المعمل بتاع اياتي مهما كان في ظروف معينة هتؤدي الى ان الفينيرا يغير الخامة او حاجة مناش دعا فاحنا عندنا في الايات احنا بنعملها بنفسي دي نمبر وان نمبر دو نوع اللازق ونوع اللازق ده قصة يعني ده اللازق ده موهر هو كل نجاح في فينيرا اللازق والكراون الكراون على اقل بيعتمد على الريتنشن بتاعه بس فينيرا سيهي قشرة محطوطة عاطة كده فلو اللازق مش كويس هتوعه واخيرا طبعا الدكتور بالتكنيك بتاعه وفي ده كاترة كتير قوي قوي في مصر الشطرة يعني الحمدلله بس فخلينا نقول الاثنين اولانيين دول الدكتور مش شايفهم بعني داي خلينا نروح بقى لانواع المخصوط بالانواع هنا برضو هل فينير من الجنسية الفلانية ولا فيه تقسيمات تانية طيب هنقول تقسيمات كتير فيه حاجة اسمها فكسد فينير ورمو بالفينير يعني فينير بتتشال وتتحط وفيه فينير سابتة يعني الدكتور لزاقها واحدة واحدة تخيل حضرتك ان الفينيرا دي بتتشال وتتحط دي تركيبة عرفة في سنان دراكولا اللي كنا بنلعب بيها في المدرسة نفس الفكرة بالضبط دي دي هليو دي سمايل الكلاسيكية هليو دي سمايل الكلاسيكية وهي سيئة جدا حضرتك قلت كلاسيكية فعشان كده بطلوها لان هي بتعمل ضغط رهيب على اللاسم دي اول ما طلعت هليو ده هي كان دي بالزبط حد اختارها بالفكرة بصوا حضرتك محدش ياخد باله انها ممشكلة بس انا مطلعة الصورة دي وانا بدحك على الناس ليه لان اخدت نفس ما قلت الصورة بروفيل تلايس بنت عندها ضب شوي دي مش اهل حاجة بس ده كان طلب المريضة دي يعني هي كان مصره عن نوع ده خلص دي قصر في نوع تاني اللي هو الفينيرة بتتلزق والدكتور بيعمل سنة سنة بصوا حضرتك حتى انا يعني واخدوا الصورة كده واحدة واحدة اشرة هتتلزق على سنة سنة في دي اول تأسيمة يبقى فكسد ورموبة بتتشارب وتضعب تاني حاجة في تأسيمة اسمها بريبيرد بريبلس يعني ايه بريبيرد يعني بردنا شوية من السن بصوا انا حضرتك بحب اخدوا الصورة دي عشان اوري الناس قد ايه هي اشرة رائية او حاجة صغيرة خالص عشان كده حتى في ناس مطلعين المصطلح بتاع عدسات الاسنان ماشي فعدسات عشان هي حاجة صغيرة بتتحق طيب يبقى في نوع بريبيرد ونوع بريبلس بريبلس ده مش كل الحالات ينفع فيها البريبلس ليه؟ لان احنا مش هينفع ما نحضرش في السنان السنان لو بارزة قوي حتى لو حطيت عليها ارفع فينيري اللي هي 0.3 مليمتر تلاتة من عشرة من الميلي برضو هتدي ضب مش هيبقى الشكل الجميل ده تخيل بقى لو السنان اصلا فيها بروز لبر فعشان كده السنان دي بنحاول على قد ما نقدر لازم تتحضر كويس عشان نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض بعدك في تقسيمة كمان حسب الخامة ابتدى يبقى في نوعين في نوع بيعتمد على 3D printer اللي هو في نانو زركونيا وكلام كتير قوي ودي الدكتور بيقدر يعملها هو بنفسه بما كان 3D printer عنده في العياد ولازيزة ونتائجها جميلة وكل حاجة وبنقدر نرفاحها للسمك كويس بس durability بتاعتها مش زي durability التانية اللي بتتعمل بمخراطة بمخراطة يعني ايه؟ يعني جزء من السيراميك او الخامة نفسها اللي سيم داي سيديكيت وبتتقطع لغاية لما تطلع الاشراء رفايا زي بتركب الفينير؟ الفينير يعتبر نوع من انواع السيراميك او انواع الرخام فالفينير ده بيتلزق على السنان ان فيه احماض تتحط على السنان واحماض تتحط على الفينير فتعمل زي مايكرو رافنس او خشونة رفاياة قوي بتتشافشر بميكروسكوب على السنان وعلى سطح الفينير بعدين يدخل حاجة اسمها بوند بوند ده زي حاجة تسمح للزق يمسك في الناحيتين بعدين نحط اللزق ونعمل عليه كيور او نعلجه بده ينشف ساعة وهنا الدكتور في اخطر مرحلة كيور دي انه يشيل اللزق زيادة لان اللزق الفينير زده نشف قوي فلو الدكتور ما شالش الزيادة قبل ما يعمل كيور بينزل تحت اللسة وبيعمل التهاب في اللسة جديد قوي قد يسل ان اللسة نفسها تنحصر فالفينير اللي انا تعبت ودفعت فيها فلوس خلت اللسة تنحصر ويبقى من منظر مش حالو هل ممكن بيرير تتعامل بتون برد؟ كان حصل خناء فترة كده وعلى ببرد بربلس ولا برب؟ يمكن بس في حالات معينة يعني البربلس ده يعني انا مثلا حالة دي بربلس واضح قوي ان شكل السنان كمير شوية بس هنعمل ايه ده شاب من السعودية وعمره حوالي عشرين سنة طلب ده وماما قالت هنعمل وخلص ماشي هو عايز يعمل ده فبصوا حدرت برضو دي بقى بريبيرت فبص الفرق ازاي تحس ان شكل السنان هنا طبيعي طالع من اللسة التاني عشان انا مضطر يعني السنة طالع من اللسة فانا هاقف على ده كله فاكيد هيبقى في بومبيزيا ده تمام؟ افهم من كلامك انت بتحب البريب كلنا بنحب بريبيرت اللي هو التجهيز اه هو البريبير او التحضير ده افضل كتير برضو دي حالة بريبيرت برضو لما نبص من الجانب نحس السنان تحس ارتفشير اه اه بس هي فادتني ايه؟ قفلت الفراغات ادتني اللون اللي انا عايزه والشكل الكويس بس ستيل برضو اكتر حد بيرهج من موضوع ده اللسة لان اللسة بقى عليها ضغط دايما فعشان كده بريبيرت ده مش حلو ينفع قوي في الحالات اللي سنانها مكفية لجوه فانا عندي فرصة بس وانا برضو حتى لما بعمل بريبيرت بحضر السنان حاجة اسمها مينيمال بريب انا بقى مع المدرسة دي ليه؟ لانها خشن السطح سنة وهدي عليه زي خط تقف عنده في فينير فهيبقى منظر خدنا اللي من هنا والحلو اللي من هنا ما سبناش كل حال فعلم الفينير مين تديله كارت اصفر انذار ومين تديله كارت احمر طرد جد انذار جريمتين اكيد بس متدرجتين اه انتب خلينا نبدأ بالكارت الاحمر على طول بالاحمر؟ اه كارت احمر اللي عايز للدكتور اللي عايز يعمل فينير لاي حد عشان بس يكسب وممكن حالة دي يبقى فيه حل اسهل او حل ديوربل يعني مشاكل بتاعته هتبان بعد عشر سنين ولا بعد السنة فاي دكتور بيتاجر بالفينير كارت احمر عايزه طب مين اللي اصفر؟ كارت اصفر للدكتور اللي شايف حالة بتمحتاجها فينير وعمل لها فينير فعلا بس هو لجأ انه هو يقلل في سعر الخامات و سعر المعمل عشان يقدر يبقى موضوع افوردبل للمريد اللي جاي له فلازم فينير دي حاجة هتتعمل فتتعمل الصح بالامكانيات الصح عشان تاخد حقها فالنتيجة تبقى ديك انت كمريض مرضية ودايما انا هضيف لهم كارت احمر برضو للقلل وما خففش تكلفة على المريض لا خليها برضو زي مايه لا ده ربنا معي ده ربنا فتعمل فتعمل حمر كده روح من الستين نورت وشرفت كالعدة ممتعة كالعدة حكويك دائما علمية رقية للغاية بتاخدوا الموضوع من كل جوانب بيسعدني جايما زيارتك الجميلة ضيف العزيز واحد من سوبرستار عالم الاسنان دكتور تادرس رامسيس ماركوس خصائي زراعك وتجميل الاسنان نورت الدكتور كالعدة خليكوا دائما مع الدكتور سيحة